أهلا بكم جديد مشاهدينا نعود لتداعيات الهبوط الأحد للأسواق العالمية فمع تنامي المخاوف من ركود محتمل بالولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية شهدت عملة بيتكوين وإيثر هبوطا أيضا إلى أدنى المستويات منذ أشهر نبدأ مشاهدينا من سعر عملة البيتكوين الذي هبط بشكل حاد صباح الأحد لتبلغ 17% وانخفضت إلى أدنى مستوى السعر لها منذ يناير الماضي دون 50 ألف دولار وهذا يعني بأن بيتكوين خسرت أكثر من 19 ألف دولار بأسبوع واحد فقط مما يجعلها واحدة من أسوأ التداولات الأسبوعية في تاريخها الممتد 15 عاما كذلك الأمر بالنسبة لعملة الإيثر التي خسرت نحو 20% من قيمتها لتهبط إلى نحو 2200 دولار وبالتالي تمحو مكاسبها لهذا العام للحديث عن ما حصل بسوق البيتكوين والعملات الرقمية معي بالستوديو الزميل شادي الزعيم محرر الأخبار في شبكة العربية الاقتصادية شادي ما الرابط اليوم بين ما يحصل بأسواق التداولات والأسهم العادية وما يحصل بالبيتكوين؟ لماذا هبطت بنفس التوقيت؟ ليال بالنسبة لهبوط العملات المشفرة أو سوق العملات المشفرة كان أسوأ بكثير من هبوط الأسهم الأمريكية أو الأسيوية صباح اليوم الأسواق العملات المشفرة دفعت ضريبة أنها هي الأسواق العاملة الوحيدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أنا أعرف أن أسواق العملات المشفرة لا وجدت عطلة نهاية الأسبوع فرأينا التراجعات الكبيرة على الأسواق الأمريكية بداية من يوم الجمعة وثم أغلقت الأسواق العالمية الأسواق العملات المشفرة كانت عاملة خلال يومي السبت والأحد وهذا دفع المستثمرين لتسيل مراكزهم نتيجة الخوف الذي حدث في سوق العمنات الأسوأ من الأمريكية يوم الجمعة للتحوط من الأسوأ أو ما شاهدناه اليوم صباحا في الأسواق الأسوأية ومن ثم الأوروبية ومن ثم الأمريكية عمليات الخوف من الأسوأ هي التي سببت الهلع وعمليات البيع الكبيرة طبعا عمليات المكشوف وعمليات البيع بالرافع المالية أو الديون فاقمت من هذه الخسائر ولكن يجب أن نعرف أن عمليات الخسائر هذه شاهدناها قبل ذلك كثيرا وبالنسبة حتى أكبر بكثير وبالتالي ليست جديدة ليست جديدة ولكن الطريقة التي حدثت فيها والسرعة التي حدثت فيها هي التي سببت المحوط هذا دائما مكان يتم الترويج للذهب والاستثمار بالعملات المشفرة لأنها ملاذ آمن اليوم ما حصل لا يثبت بأن أثبت بأن أصل شديد المخاطرة وليس أقل السوق العمليات المشفرة لم تثبت أنها ملاذ آمن خاصة إذا قرنناها مع الذهب ولكن حتى الملاذ الآمن الذي يعرفه المستثمرون وهو الذهب شاهدنا تراجعات عليه عملية شمول الأسواق المالية خاصة في ظل وجود خوف من المستثمرين لا يوجد هناك ملاذ آمن حتى الدولار نفسه يضعف أمام العملات الأخرى ولكن ليس هو أصل استثماري أكثر تذبذب من الأصل العادي أو المتعارف عليه هو طبعا لذلك فهو أشد مخاطرة حركات التداول عليهم مثلا حركة اليوم على عملة البتكوين تحديدا شاهدنا تراجعات بحوالي تقريبا 17% وارتفاع بحوالي 10% نحن نتحدث عن تقريبا 30% في يوم واحد لا يوجد من ناحية أسهم من ناحية ذهب لا يوجد هناك حركة بهذهب شاهدي بالفترة الماضية ناقشنا أنويك على الهواء عندما ارتفعت العملات الرقمية ارتفاع أيضا كان غير مصبوخ وتحدثنا عن المخاوف من أن يكون هناك هبوط حد يقابل هذا الارتفاع هل هناك رابط أم لا من الصحي في كل الأسواق وكل الأصول أن يكون هناك تراجعات محدودة تقابل هذه الارتفاعات فعندما يرتفع سعر أصل أو أساهم مثلا أو عملة مشفرة بشكل سريع جدا وشاهدنا نفس الشيء على أسهم التكنولوجيا الأمريكية ارتفاعات سريعة شاهدنا انخفاضات سريعة خلال اليومين الماضيين وبالتالي نفس الشيء طبعا على العملات المشفرة شاهدي السؤال الأهم لكل المستثمرين بالعملات المشفرة المشاهدين وخصوصا الزملاء أيضا ماذا سيفعلون وما المخاطر عليهم اليوم؟ المخاطرة هي بوجهة نظري المخاطرة حاليا هي على المضارب اللحظي والذي يتداول بشكل آني أما المستثمر على مدى بعيد لا يوجد خوف من الأسعار الحالية حتى لو شفنا 45 أو 40 ألف على سهر عملة يشتر أو لا؟ لا نستطيع ذلك شكرا لك شاهد شكرا على وجودك معنا شكرا لك